هذا وأفادت صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر أن رئيس الوزراء نتنياهو وافق على سلسلة إجراءات تهدف إلى تغيير طريقة التعامل مع الأوضاع في الشمال واستعادة الرضع هناك وأضف المصدر أن مرور الوقت يتيح لحزب الله فرصة للتعافي وبناء أنظمة اتصالات جديدة وتجديد مقاتليه مشيرا إلى أن عدم توجيه ضرابات لحزب الله هو إخفاق وأن النصر لا يتحقق عبر التردد أو الاستجابة المتأخرة بل يتركز أو بتركيز الجهود لتحقيق الحسمة